أنا النهاردة روحت قدام شخصية تاريخية رجل اسمه كابتن محمود الخطيب قلت له فكرة مجنونة جداً يا كابتن عايزين أنا جالي فكرة من أخويا أحمد جمال اقترح علي فكرة أنه نعمل برج متكون من عشر نجوم ده الأخراني أه أنا بقولك هنط وهنرجع بس فكرة مجنونة أنه نعمل كذا كذا ويبقى في أخر شعلة بتولع نار وبعدين زودت عليها أنه يبقى الشوعة التي بتولع كل يوم الساعة عشر عشان نفكر جمهور ومحبين نادي الأهل إن احنا نادي الأفريقي والمصري والعربي الوحيد اللي حقق إنجاز قاري زي ده هو قاعد سمع الكلام ده أنا أقوله الكلام ده ممكن يقلق ممكن ما يحبش ممكن أي حاجة فاللي أنا كنت محظوظ فيه أني قابلت ناس الحمد لله كلها ناس بتفهم زي ما قابلت حضرتك كده عدت سمعتني ما قلتش ده ولد عبيد جاي أقول الكلام بيحلم لا أنت شجعتني واتنصحتني وقلتلي يا هشام كذا ويا هشام كذا